بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسلامة صباح الورد مساء النور الوقت اللي تتفرجوا فيه فيه نحييكم ونقولكم شنية حوايكم إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين كي ما جاعدين تشوفوا فيه صديقاتي طبعا نحضر فطورة صباحة متاعي بش نبدأ هكى النشاط معاكم والحيوية اليوم يا لبنات بش نعمل لكم كسكسي مختلف على الكسكسي اللي تعرفوه وبش ترحمولي على والدية وبش جربو هالطريقة وما عادش بش تستغنوا عليها صديقاتي قبل ما نبدأ الفيديو عندي لكم هكى طلب وإلا هو فضل وليس أمر إنكم ما تنسوش الجامعات ما تنسوش تفاعلكم معايا في الفيديو بطبيعة إذا عجبكم يعني إذا عجبكم حطوا الجامعات المهم صديقاتي بش نبدو أول حاجة بش نواري هيكم طريقتي فيه تنظيف الخضار بش نعمل الخضرة هيدا سلج اللي قاعدين نشوفوا فيه دو بش كما تعرفوه نجيه أول حاجة نحي منو هاكل رجل صفر وإلا اللي يبدو فيهم مثلاً حشكم حشرات ولا حاجة ومن بعد نولي نغسله انا قبل الحقيقة يعني مش نكون معاكم واضحة وصريحة كنتم نقصوا وبعدين نقصوا ولكن برشا ناس وبرشا معناتها سمعت اللي الفوائد متاعه كله يفقدها وقت اللي يتقصوا يتصب عليه بعدين الماء نحك القوة متاعه وليت انا نخليه ورق كيف ما هو السلك هذا اللي بنات انا بش نستعملوا في الكوسكسي متاع اليوم نجموا في بلاست السلك تعملوا قصو بنائخ مش نكمل النظف معاكم ونحب نقول لكم حاجة اخرى ذكرت اللي بالحق تول الخضرة هي مهمة ياسر في الشتاء هذيك عليش انا بش تلقوني انطيب ياسر ونودكم ياسر ونعطيكم برشا تباير لانو الدنيا باردة هنا لبنات بش نعقمه وإلا ننظفه نعمله شوية خل خليه في الماء والخل صديقاتي بش نظف الجزر ونظف بقية الخضرة اللي عندي فيما هيك السلقة ذاكة يعني خليته هكي تنقع شوية في الخل والماء هنا لبنات بش نظفها يعني نبرجها ولا بنيش عارفة نيش نويس ونقشرها المهمة ذيك هي لحصلوا ناحي لك لك شور متاحة ونكمل معاكم شوفوا الاوكلا هذي يا صديقاتي بش تتعرفوا عليها معايا وصدقوني بالحق راهي بش تعجبكم برشا انا كانت تذكروا نهارك اللي مشيت النابل وقلت لكم راهي الفلفل برلعبيد شهاني على اوكلا الاوكلا هذي هي اللي شاهاني عليها شجعني فلفل برلعبيد بش نعملها اللي هي الكوسكسي بطريقتي انا بطريقة امي مش بطريقتي انا اللي نحبه برشا واللي يكون تقبل الوقت اللي نبدأ في الجامعة نستنى واقتش نروح لامي ربي يفضلها بش تعملي الكوسكسي هذا من ابن ما تاكله صحي على الاخر كله خضرة هنا عندي السلقة ذاية تاو بعد ما حطيته فاكل الماء والخل بش نحيه منه واكيد بش يبدأ عندكم كس كاس وإلا صفاي ولا اللي هو تسقطروا فيه بش نكمل العهود نعطيه تغسلها مهم يسر خضرتكم تغسلوها بالجداء بالجداء ديما يتزمنا نفيقوا بعضنا ومينزمنا شاك نتعدوا هاي اغسل فيسع فيسع وعدت لا اراه اهم حاجة شنون دخلوا لمعدتنا وخاصة اللي تعرفوا اللي الخضرة مداوية وليهذا باقوا معا الدواف اما حشيكم الوسخ والكل يعني لازم واحد يغسلها بالجداء هنا صديقاتي بعد ما كملت تغطرته نتخرت تهبطت منه هاكي الماء ذاكا بش نقصه يعني هنا قصيته شو نحطه في الصفاية ذاكا نكمل بقية المراحل توا بش ندخلوا على الكوسكسي يا صديقاتي هنا بش نحضره المرجع متاعه المرجع متاعه منيش تتكون تتكون من البصلة اكيد راس البصل راهو به فما اخت جالتلي فات نعليش حاطيتي في المقرونة بصل مرات نحطه مرات لا اما راهو البصل ما يضرش راهو بالعكس يبنن الماك لا ياسر وانتي وطريقة قصانك ليه تو في الكوسكسي قصيه خشين في المقرونة قصيه جويد على الاخر بش يذوب بش يذوب بش يكلم البنم تاعه ومعنتها بش هو يذوب بيبقاش هكا كبير اما في الكوسكسي خليه يعني يظهر بش نحط معاه السلق ذاكا اللي انا قصيته سابقا يعني بصل وسلق بش نحط معاه مشوية زيت مش برشا وبش نحط كعبة تماطم هنين قصها كنت شمه وصدقوني الريحة لبنين فعلا حاجة سبحان الله معنتها في الخضرة كيفاش تبدأ فيه وحاو تفوح الدار وكيفاش بالحق حمدولله هكا ربي نعم علينا بالحاجات هذية نحمدوه نشكروه يا ربي دومها نعم علينا الجزار توحطيت مش قولي هو اكتشاف اما لا والله واحدك يبدأ طيب يبدأ يعني قول ما شاء الله معنتها الخيارات هذية فريمو معنتها كل حاجة وعندها ريحتها وعندها بنتها والقوم بتاحها اصلا نحن نساء في الكوجينا لازمنا نحبو الحاجة اللي قاعدين نعملو فيه المهم صديقاتي حطيت البصل وسلقوس في النار يا الجزار والبطاطا وحطيت الحمص توه بش نحط العدس والفول والفول المصري اغسلتهم بينصير ونظفتهم وتوا بش نحطهم في المقفول المتاع حطيت المكونات هذية بش نحل عليهم الجاز ونخليهم يبدوا يسيبوا الماء هاك الخضرة هذي كتسيب لي الماء متاحة نغطيها ونخليها نزيدها شوية من فلافلي أنا الفلفل راهو يمشي ياسر الفلفل المكوش الفلفل يعني الشايح هذي كيمشي ياسر مع السلق والسبناخ ما عندكمش فكرة كداش يبنن كلك سوى مرجة خضرة ولا الكصص اللي نعمل فيه أنا توه غطيتهم خليتهم حاتلين هاك السلق هبا شوية يعني اتهش نحط معاها تجاج الحم اللي عندكم مفوحة بالكليل وبالكركم وبالملح وبالفلفل كحل وبعد ما جليت بك راس لبصل لول ما جليتش راهو أنا يعني كإني خليتها يتبخر كلا السلق هذيك والبصل توه بش نزيد اشتر الراس متاع البصل خاطر هذي نحبه يبدأ شد روحه وبعدين كي نسقي بالمرجة يبدأ شد روحه هنا يا صديقاتي توه بش نبدأ نفوح المقفول متاع اول حاجة شو نحطها بطبيعة اطماطم المعجونة نحط مغرفة ونص وديما نقول لكم راهو انتوما والطنجرة اللي عندكم ولا الكمية اللي عندكم هنا عندي الهريسة العربي كيف كيف الهريسة العربي راهي اختيارية انتوما متحبو البريود الجاية صديقاتي كل مع الروتينات فما الطبخ لازم منه لازم نعطيكم اتبارت وقدو باش مطبقوش حيرين بحول الله اذا ربي اعطاني الصحة ولا اعمره الوقت ان شاء الله والجهد خطر راهو مجهود هنا عندي اللفاح تابلو كروية تابلو كروية رو يفوح بالجداء دي راهو قصي بنتو تبدو تشمو فيها عن بعد جالي راجي نحل بيب البلاس نشم الراحة هنا يتوبش نزيد شوية فلفل اكحل وبطبيعة دي ما نقول لكم راهو الفلفل اكحل اختياري ما هواش ضروري معنتها نشمو تستغنوا عليه هنا عندي الكوركم بالليه يا صديقاتي جربوها المكلة هذية على خطري انا اذا عندي خطر عندكم جربوه وبعدين نحبكم تجول الفيديو هذية هو بيده وتعطوني رايكم تقولولي شنو قولكم وشوية ملح والملح بطبيعة الكمية نقصو نوصيكم دي ما نقصو الملح من الماكلة هنا عندي فلفل احمر مرحي ايش نحط مغرفة وزد تراه هنا مع الفلفل الحار مع الحار كله نحب الحار هنا صديقاتي بش نبدأ نمرق الطنجرة متاعي نصب الماء انا راهو عندي طريقة في الطنجرة وقتلي نبدأ نطيب الماء نغطي بيه المكونات اللي عندي يا اما الخضرة مثلا كي ما تو ولا الحم ولا بطبيعة اذا شربة بش نغطي نعمل طنجرة نخليها مليان واذا مثلا مرجة وإلى حاجة كيف من هكا نغطي اكل مكونات اللي عندي كلها بالماء خليهمش أعلى من الماء خطر نحبهم يتيبوا في الماء متاحا شوفوا كيفاش جاعد نوري فيكم فاكل مكونات اذوكم كيفاش تجانسوا وتحلوا مع بعضهم والريحة ما نحكي لكمش نودكم ولا نشهيكم وإن شاء الله قسمكم منها في الجنة فما أخت قالت لي في الفيديو اللي فات فات نجي نفطر بحديك على عيني وعلى راسي والله لا تعرف يا أختي اسألي علي هنا حطيت اللفت والله راني متاع العزومات يعني أنا متاع الضيافات والحب دي ما تدر ملينا ودي ما نحب نصنف ودي ما قوم نتغشش كين طيب حاجة وما تتاكلش ديور ما فماش تحدثوا كين طيب تتاكل ما قلت أما لا معناتها كلي نحب نصنف ونحب إن شاء الله رب يرفع علينا البلاي والوباء وعليش لا رب يسهل ويقبلنا مع بعضنا في ساعة سعيدة إن شاء الله هنا عندي ارطل الكسكسي طيب بش نحذر الكسكسي بش نعطيكم الطريقة فما برش يابنيت عندهم مشكلة مع الكسكسي يجيهم يابس نقص طيب وإلا يجيهم معجن شعطيك طريقة ساهلة على الأخر أول حاجة صديقتي تحطي الزيت عليش الزيت لو كي تصبي الزيت على الكسكسي ديجا انت ياك الكعبات تحميتيهم من الماء باش ما يعجنوش يعني الكسكسي متاعك ياخذ كيفيته من الماء وكهو يعني انت ما ياخذش أكثر من اللي حشتوا به وقتها الكعبة تشرب الماء متاحك وتشرب من هاك الزيت هذيك وتستحفظ على معنتها الحل ما انت تبدأ كعبة كعبة ما تجيكش لازجة ولا تجيك معجنة هذا جا طيب تشوفوا معايا كي بش نحطها أنا وبعد ما نفوره ونهبطه كيفاش بش يتحل الكعبة كعبة واحده أما طيب تشوفوا زادة شو نعمله هنا نزيد الماء بدنا نتبع فيه بالماء لنحس الكعبة ترت وعندكم طريقة أخرى تشدوا الطرف الكوسكسي تسكروا عليه بيديكم ممكن تلملكم ولا كيلعبود راهو ديجاء معنات هذيك حاضر يعني كيتلموها تتلم فيديكم الكعبة وقتها ريما عاش تسحق الماء هنا نخليه يرتاح لبنات ونرجع له من بعد هنا رجعت لو لقيته خرج لكعبة كعبة توقع بش يلمو في الكاس كاس وبش نحطو يفور عليه كل مرقة هذيك الكوسكسينا لليوم لبنات راهو ما هوش بش يتسجق يعني جوز يتحط له المرقة من فوق يعني هذيه ما يتخلطش المرقة متاعه ولهذا ينزل يكون طريق إذن ما يكونش شايح الكوسكسينا متاعكم يطيب يطيب يتاكل وحده كيما المسفوف هنا لبنات نكمل ونصب ذاك الكل بارش يسألوني على الجسعة هذية الجسعة هذية من تزاير وتحية لتزاير ونس تزاير شريتها عندها سينين ونوعتكم إن شاء الله كان خرجت وعملتك الدوليشة متاعي ولقيت لكم في بلاسة تعرفوني ديما هكا نقوبة على الحاجات أكيد نهبت لكم ونصور لكم ونقول لكم منين وبجداش وكيفاش دول بنات الكوسكسي بعد ما لميته في المقفول متاعي هاي المرجع فور وعمرك ما تحطي الكوسكسي متاعك على مرجع باردة يزن المرجع متاعك تكون تفور تحطي فوق هاي الكوسكسي راهو ساهل برشة ناس تستصعبوا الكوسكسي أسهل منه ما فهماش هذي تحطيله الملح دول أين الملح من خلطوش معاه نحطو من فوق على طريقة أمي قبل شفتوا يعني كل طريقة الزمنية هديك بقيتانا محافظة عليها شوفوا هنا ما شاء الله كيفاش فور داركي حانحيت شفتوا الفابر كيفاش تطلع ذاكا علامة على إنه فور شفتوا المرجع متاعي هاكي جاعدا ما نشفتش ما ينزمش المرجع متاعكم تنشحها خطر عندكم خضرة جاعدة طيب راهو الكوسكسي هذي يقبل أي خضرة تحطو الجرع على أحمر الجرع على خضر الكيماء أنا حطيت اللفت أي نوع خضرة حطوها وتمشي معاكم تحطو حتى الشوق هنا عندي الزيت نعاود بعد ما نهبط من التفويرة لو لا نحط الزيت مهم يس عليش حطيت الزيت بش حتى كي نعمل شويتا كلماء يسمى شلق إله هائل الله سيدنا محمد رسول الله يضعط علي الكلب نثنيه نثنيه في الكوسكسي ما يزمش يعجني أما يزمني نحط له الماء هذه التفويرة لو لا كي نهبطو نقلبوه نحط له شوية زيت ونحط له شوية ماء ونعاود نحلو بنفس الطريقة كأني نكسكس فيه من أولو جديد كيك تشمو الريحة ولكعب تخرج لكم هكي بيضا محليا تقولو كالناكل هذا هو كوسكسي يلزم يلزم كي تحبطو تحلوه الكل أنا خاطر من تحملش الصخانة برشا أما هني بديت أمي تحلها بيضاه ربي فضل هكيك أنا بدا نحل فيه نحسوه كعبة كعبة بش ما يبداش فيه هكلك عبر ديرهو ما يكونش فيه لك عبر خاطر أنا قلت لكم على معنتها كيفاش أنا نعمله وبش ما يعجن ليش أهم حاجة لأنكم تحطوه الزيت في لول هكيكا هني نحل فيه كي نشوفو صيوة للي كعبة كعبة نعود رجعو للمقفول متاعي شفتو مسهلها العملية اللم هكي الكسيكسيات اللي عندي الكل ونمسح دي ما مقفولي دي ما نتبع بش ما تحليش لجعب باللوطة وهكيكا والله يطيح يا لبنائد الرخامة بتاعي ترسيلي للم منها ليه حتى تفعل قازرة الكسكسي نهارتلي طيب الكسكسي لازم يكلي كعبة الصغيرات هاو كان هنا في الرخامة لميتهم وبش نحطهم يعني على شيرة مانيش بش نرجعهم من المقفول عندي جارتي كتطيح حاجة تقولي لبلايكا اشتتها تخليها في فلاصتها تقولي خلي تكلم لكا المهم الناس سنية والله الناية هنا الكسكسي حطيته بش يتفور التفوير الثانية وعامل عليه كيف صديقاتي شوفو كيفاش نحل بداية وعمل جوه عليه الكله بسبب بالفلفل برلعبيت كم جيش الفلفل برلعبيت مجينيش الفكرة متعرفة طورة اليوم هو اللي يجب لي الفكرة غطيته ونخليه يعاودي فور هاو هناك وتحرقت راهو لبناي تاكل ببر نسيت حطيت ايدي ياخي تحرقت بش نهبتو تواصيي هذي التفوير الثانية اقلبت الكسكسي متاعي شوفو كيفاش ما شاء الله تو يتحلي تو ما عادش نحطه ما نحطلوش لا مالي حد شي ريتو حتى في الكسكس ما شدش راه عاوين هذا كي يهبط فاسي الماء ونحلوها كاكا انا بدي ري كانت عندي مشكلة الكسكسي مرات يجيني شايح مرات يجيني معجن عمري ما كنت نتصور الي بش يجينهار ونقدروحي ونطيب وبالجداء هنا عندي زيت زيتونة نحط له شوية زيت زيتونة وقل يبدأ هو سخون مثل هابط وكنشمو ريحتو كي يبدأ بزيت زيت زيتون اذي يعنيش حطيت زيت زيتون خطرة داية مانيش كي ما قدولكم مانيش بش نحط المرقة هكا نخلطو يعني نخلطو في مرقة ولا لا المرقة بش نحطها من فوق المرقة هنا بديت تلم بش نحط لها الفلفل وما نحب هاش تنشح برشة راهو خطرة انا بش نهز الخضرة فوقانية والمرقة وعلى هكاكة المرقة كي تبرد تولي ملمومة باك الخضرة وباك السلق والكل يعني تولي عاقدة شوي عاقدة نشوف هنا نتبع فيها صي مرقتي حضرت ها مكعبات الزيتون ها والفلفل برل عبيد وهذاك زيتون خضر وزيتونك حلول البن اللي ما يخطنيش معه كسكسي بالسلق هيدا اسمه كسكسي بالسلية اللي من هيدا دبارتنا لليوم دوى بش نهز هاك المرقة متاعي نبدأ نحط فيها من فوق دو تشوفوا اللي بنيت في التقديم المنظر عالطاولة حاجة بريمون بالحق كان بيداية ريضة وقتكم من هالناس الكل تحطوا كما قلت لكم الجرعة وحطوا لفت حطوا اللي تحبوا شوفوا كوري جات السلق كيفاش حبطين لبنات ديما نحاور نجيكم بالماكلة الزمنية الماكلة اللي تنفع اللي فيها بالحق مع مثل واحدة ياخذ منها في بدنه تمشي كلها منافع وديما نصيحها من الروح للروح ودخلوه الكسكسي دي للي مش مستنسين بيا خاطر فرما ناس يعرفوه اما يظهر لي قلائل خاصة في الشمال وكل ما نعرشكني طيب ومعنتي يقولو لي ما يطيبوش كسكسي بالسلق طيب كسكسي بالخضرة بالجرعة والبطاطا والحاجة والحمص حسيلو فجولو كسكسي فاتن سموك كسكسي فاتن ولا تحبوا فرح كما تحبوا انا ولا فرح مناش قسميه وهذا كسكسينا اللي بنيتا حضر بالحق قلبنا حاجة اخرى نحبكم تجربوه نحبكم تجربوه نحبكم تجربوه دوا صديقاتي ما بقالي كم بش نقولكم بس دام النساء كلها ان شاء الله فيديو اليوم للاعجابكم وان شاء الله قسمكم من طولتي في الجنة يا ربي ديمها نعمة وحفظها من الزوال وضوك كل محروم ما بقالي كم بش نقولكم فيه امان الله وفي حفظ ربي ورعايته اشتركوا في القناة